بسم الله الرحيم والصلاة والسلام وعلى أبوة رحمة العربين أفكار عظيمة ومهجورة تقال عند سماع الراض يعني لا يعلمه أكثر الناس ومن علامة الساعة انتشار الجهل بين الناس واندثار السنن ورفو العلم ولا حول ولا قوة إلي بالله فإحياء السنن سواء كانت سنن أو أسقار له فضل عظيم عند رب العالم تعلمني به سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من أحية السنن قد ماتت أهية الله قلبه يوم تموت القلوب فالأسكار التي حول إخض Ł local سمänner لها من السنن العظيمة عند سماع الراض وعند نزول الماطر من الأسكار التي تقال عند سماع الراض أولا تقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث عن سالم بن عبد الله بن عمر كان سماعة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث كان يقول عند سماع الراعد سبحان الذي يسبح الراعد بحمده والملائكة من خيفته ده يوافق الآية الموجودة في صورة الراعد ده فيه صورة اسمها الراعد والملائكة من خيفته يقول هذا لأن ربنا يقول له في صورة الرعد سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خلفته ويرسل الصواعق فيصيب بهم ما يشاء وهم يجادرون في الله وهو شديد المحال بلوكال في صورة الرعد سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خلفته ويرسل الصواعق فيصيب بهم ما يشاء وهم يجادرون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق وتقول أيضا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك من أدعية العظيمة نسمع صوت الرعد الرعد ده من الوعيد من رب العميس سبحانه وتعالى الأهل الأرض وعليه بعد ما تقول هذا الزكر لذلك سيدة وبعد نكعب قال رب العميس سعيد عمر الخطاب قال له سمعت رسول الله وما لك لم تقول لنا قبل ذلك ل Drum tech لم تعلمنا هل سيد عمر الخطاب يقول له ما took us for this ذلك قبل كده حقا م STARFE وانت عارفه ربما يتعلموا من بعض سيد عمر الخطاب يقول له لماذا سكت ل zona نقول نقول إيه قلنا نقول نسمع الرعد فما kriegen تسمع الرعد تقول اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعلى أن تقول إن هذا من الوعيد الشديد لأهل الأرض إن هذا من الوعيد الشديد لأهل الأرض ففي فقل كبير من اللي يتعز بآيات الله وبالسنن الكونية واللي يتمر عليه ولا يتعز ولا يعتبر ودي من الأسكار المهجورة لإحياء السنن وأيضا من السنن أنت تسبح روي عن رسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الرعد فسبحوا الرعد بيسبح أنت ما تسبح سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خفتهم فإذا دي آية من آية الله وفيها تخويف لأهل الأرض يبقى لازم نسكو ربنا ونسبح سأيت إذا سمعتم الرعد فإيه أحسن تسبح نقوله سبحان الله بحمده مصدقا للآية يسبح الرعد بحمده يبقى سبحان الله وبحمده مش رسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أفضل الذكر سبحان الله وبحمده الوحدة منها بتسوي 124 ألف حسن كما الحديث صحاو الحاكم اللي بيقول سبحان الله وبحمده بتكتب له 124 ألف حسن لا ده عظم من كده بكتير دي سبحان الله وبحمده الوحدة منها تعد الإنفاق جبل ذهب في سبيل الله صدقا الحديث سكره صحاو الإمام الألباني من هاله الليل أن يكابده وباخله بالمال أن ينفقه وجابنا عن العدو أن يقاتله فليكسر من سبحان الله وبحمده فنأحبه عند الله من إنفاق الورق والذهب وأحبه عند الله من إنفاق جبل ذهب في سبيل الله طب ربنا بيقول يسبح الراعض بحمده بيش قال بلكم بحمده بقى بيش يسبح بس يسبح بحمده يقول سبحان الله وبحمده يسبح الراعض بحمده والملائكت من خيفته ويرسل الصواعق فيصيبوا به ما يشاء وهم يجادون في الله ويشيد المحب فيبقى يبقى يبقى سبحان الله وبحمده اللهم لا تهلكنا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك إن هذا من الوعيد الشديد لأهل الأرض ليه عارفين ليه لأن الرجل صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الرعض ملك من ملائكة الله بيده ما خارق من نار يسوخ بها السحاب حيثه ما شاء عبد الله بن عباس قال إن صوت الرعض ده عبارة عن الملك بيضرب السحاب ده بالمخرق من نار المعادة يصدر هذا السوت الشديد ده في أحد الروايات وفي رواية تانية عندما سأل عن الرعض قال الرعض قال عندما سأل عن سؤل عن البرق قال لهم البرق ده ملك يا تراءة يعني عبارة عن ملك بإحنا متشوفه في السماء يعني إحنا متدرش نشوف الملك لكن بإرادة الله لما بتشوف أنت النور في السماء ده عبارة عن ملك بإذن الله يا تراءة للناس آية من آيات الله لما سأله قالوا صوته قالوا صوته هذا الصوت الذي نسمعه قال صوت الملك من شدة غضب الله أو من شدة غضب الملك الملك بيغضب غضب شديد فيزقر أو يجقر في نسبة صوت الرعض يبقى ساعات الصوت ده بيبقى من ضربة شديدة للمخرق من نار اللي مع الملك بيدرب بها السحاب وساعات بيبقى صوت الملك غضبا لله من ظنوب معاصي أهل الأرض لذلك ساعات الصواعق بتنزل تهلك ربنا يقول في يصيبوا به ما يشاء يما بالخير يما بالقتل والعزو بالله ممكن أراضي تتحرق بلد تتحرق بسبب سبسعيقة واحدة تنزل من السماء لذلك رب العميس يقول هم جهدون في الله وهو شديد المحال أيضا لما عندما ينزل المطر تقول كما قال رسول صلى الله عليه وسلم اللهم صيبا نافعة شربنا بيقول يصيبوا به ما يشاء فيمكن يكون الصيب ده مفيد وممكن يكون مضر وتقول أيضا من السنة تقول أيضا اللهم حوالينا لا علينا لما ينزل المطر اللهم لا حوالينا لا علينا اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابط الشجر يعني نزل المطر ده على الأكام قمم الجبال والطلال والضراب وبطون الأودية عشان بطن الوادي الماء يضغوص في الوادي وما تصيبش الناس وبطون الأودية وما نابط الشجر اللهم لا حوالينا لا علينا كل الأدعية دي والأسكار دي تقال عند سماع الراط وعند نزول المطر وهو عادي ضائع وهو عادي ضائع لفرصة ارفع يدك وضع يدك والسماء تفتح عند نزول المطر أباو السماء بتفتح فارفع يدك وضع الله سبحانه وتعالى بما تشاء بعد أن تقول هذه الأسكار ويكون أحرى أن تقبل دعاء إليك اعتبرت واتعصت وخفت وقلت الأسكار ساعة الرعد وساعة المطر بعد أن رفعت إيديك ودعيت يمربرنا يستجيب سبحانه وتعالى فأنا أكتب لكم كل الكلام ده في الوصف بتاع الفيديو نسخون شؤون وشهاد العلمي في ثوابا عظيم العلم علما في النوع أجر ونعمل بيهم القيامة لا أقل ذلك من جنش أنتوش يشتفق للجرس واشتراك في قناة لسلاك من كل جديد وساعدوني عشر سنة طرقية كل قول هذا أستغفر الله لي ولكم